أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أجرت العديد من اللقاءات والاتصالات المكثفة خلال الساعة الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطع غزة بين حماس وإسرائيل أضف المصدر أن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار في القطاع مشيرا إلى أن قيادات حماس أبلغت مصر بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة هذا وأشار المصدر إلى أن مصر قدمت أو قامت بتحركات مكثفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية واستقبلت وفود حركة فتح والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذلك للأصول إلى اتفاق لمقترح وقف إطلاق النار والتي تأتي في إطار التحركات المصرية لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطع غزة فضلا عن مناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية وأوضح المصدر أن حركة حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة